اسم الدرس التكاثر عند النبات التكاثر والنمو الموضوع التكاثر عند النبات الهدف تبين حاجة النبات إلى الغذاء أولاً، أبحاث أزرع بذوراً مختلفة في أصص فول، حمص، جلبان أضع في أحد الأصص قطناً وماءً عوضاً عن التربة أقيس طول النباتات وأدون النتائج في جدول بطاقة متابعة وأدون ملاحظاتي في نفس البطاقة الإجابة بذرة في القطن يوم غراستها نقوم بوضع البذرة في القطن ونحرص على غمرها بقليل من الماء حتى لا تصاب البذور بالتعفون توضع البذور في مكان بعيد عن الشمس ويراعى تبليل القطن بشكل مستمر وعدم الإكثار من المياه خوفاً من التعفون يوم ظهور النبتة بعد مرور ثمانية أيام تبدأ البذور في الإنبات حيث نجد البذور بدأت تتشقق ليخرج منها جزء بارز وهو الجذير نقوم بنقل الأوعية إلى أماكن مشمسة حتى يستطيع النبات استكمال نموه طولها بعد فترات مختلفة نعرض النبتة لأشعة الشمس وبعد مرور الأسبوع الأول تنمو لها الصاق وتطول تدريجياً لتبدأ السيقان في الظهور بشكل واضح مع الأوراق في الأسبوع الثاني ملاحظات حول سقيها ونموها سقايتها باستمرار والحرص على إبقاء التربة رطبة تنمو النبتة تدريجياً لتتحول من بذرة اليوم الأول إلى جذور بعد مرور ثمانية أيام من ثم إلى صاق فأوراق الأسبوع الثاني غرست نبتة فول ولاحظت كيفية نموها لاحظ ما حدث وأجب عن الإشكالية التالية ثانياً الإشكالية كيف تتكاثر نبتة الفول؟ الإجابة تتكاثر نبتة الفول بواسطة البذور مثل الحمص والحبوب أيضاً إذ تنبت البذرة وتصبح نبتة طورق بعد ذلك تزهر ثم تتحول الزهرة بعد تلقيحها إلى ثمرة وهذه دورة حياة نبتة الفول بذرة، نبتة، زهرة، ثمرة دورة حياة بذرة الفول انتفاخ البذرة، ظهور الجنين، تكون الجذر، خروج النبتة من الأرض ظهور الأوراق ظهور الأزهار ظهور الثمرة المحتوية على البذور مراحل نمو نبتة الفول ثالثاً أتثبت أخذ حبتين من الفول، واحدة خضراء والأخرى يابسة أزرع كل واحدة في أصيس وأسقيهما بانتظام أعبر عن النتيجة التي تحصلت عليها في المستقبل الإجابة نلاحظ أن فترة نمو البذرة الخضراء كانت أقصر من دورة حياة بذرة الفول اليابسة أصف ما يجب القيام به لو أردت زراعة حبة أخرى من نفس الثمرة أعود لملاحظة البذور التي غرستها سابقاً وأستنتج الإجابة ما لحظناه في التجربة السابقة هو أن البذرة عندما تكون خضراء لا تطول بنا فترة إنباتها لهذا ما إن عزمت على زراعة حبة أخرى من نفس الثمرة فسأنقعها في الماء لفترة حتى تصبح طرية وتنبت خلال فترة قصيرة أخذ زهرة برتقال وأنزع كل أجزاءها ثم ألسقها على ورقة بيضاء أشير بسهم إلى الجزء الذي يتحول إلى ثمرة الإجابة المدقة زهرة نبتة البرتقال النبتة بعد نزع معظم أجزائها المدقة هو الجزء الذي يتحول إلى ثمرة رابعاً أعلم الجزء الداخلي للزهرة يسمى المدقة وهي التي تتحول إلى ثمرة بعد ذبول الأجزاء الخارجية وسقوطها يوجد داخل الجزء المنتفخ من المدقة بويضات هي التي تتحول إلى بذور خامساً أطبق هذه أطوار نمو نبتة الفاصولية اللوبيا قدمت إليك غير مرتبة رتب هذه الأطوار باعتماد الأرقام من واحد إلى أربعة هذه مجموعة من النباتات أنقلها وأصنفها إلى مجموعتين المجموعة الأولى نباتات نباتات لا تتكاثر بالبذور بذور 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 المشمش بذور 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 البرتقال أرسم بذرة ثم ذهرت كل من النباتات التالية اللوز الفول عباد الشمس البرتقال البرتقال الإجابة اسم النبتة البذرة الزهرة اللوز الفول عباد الشمس البرتقال تنبت البذرة لتصبح نبتة تحمل صاقاً بذور وأوراقاً وزهرات تتحول كل واحدة منها إلى ثمرة بها بذور أسمي هذه العملية وأعبر عنها بمخطط الإجابة الإجابة تسمى هذه العملية بعملية الإنتاج أو الإنبات تسكين البذرة ظهور البرعم نمو النبات تزهير النبات ظهور ثمار نثر البذور بذرة الفول ظهور النبتة نبات ناضج زهرة ثمار الفول ثمار ناضجة غرس سامي نبتة فنمت وحرصاً منه على تعجيل نموها أخذ يسقيها يومياً بكميات كبيرة من الماء فلاحظ ذبولها ثم موتها ما السبب؟ الإجابة من المتفق عليه أن النبتة تمتص الماء بجذورها لذلك فإن الجذور بحاجة إلى الهواء فعندما يملأ الماء كل الفراغات حول محيط الجذور لا تتمكن النبتة بالتالي من أخذ ولا قطرة واحدة من الماء وهذا يفسر فشل النبتة في هذه الحالة في الحصول على الماء الأمر الذي سيؤدي بالنهاية إلى ذبولها من ثم موتها وهذا ما قد قام به صديقنا سامي عندما داوم على سقي النبتة بشكل يومي وبكميات كبيرة من الماء سادساً أقيم مكتسباتي أكتب التعبير الصحيح تتكاثر النبتة انطلاقاً من بذرة واحدة تتكاثر النبتة انطلاقاً من عدة بذور الإجابة تتكاثر النبتة انطلاقاً من بذرة واحدة سابعاً أسئلة للتوسع يختلف أحياناً عدد البذور في نفس النوع من الثمرة لماذا؟ ما الفائدة من زرع نباتات داخل بيوت مكيفة؟ أعلي الجوابي